بسم الله الرحمن الرحيم الجلسة الاعتيادية رقم أربعين لمجلس الوزراء بتأريخ اليوم الأربعاء أربعة شرين الثاني عام الفين وثلاثة وعشرين بمناسبة قرب حلول عيد جماعية لأبناء المكون الأيزدي تقدم السيد رئيس مجلس الوزراء بأسمى آيات التهنئة والتبريك لكل المواطنين الأيزديين وقد قرر مجلس الوزراء عد أيام العيد من تأريخ ستة إلى أربع عشر تشرين الأول من كل عام عطلة رسمية خاصة بأبناء المكون الأيزدي فقط قرار واحد التزام وحدات الأنفاق كافة بإرسال طلبات التمويل ضمن الموازنة الاستثمارية التشغيلية إلى وزارة المالية دائرة المحاسبة مباشرة ضمن تخصيصاتها المعتمدة ويتحمل الوزير المختص أو المحافظ مسؤولية استكمال المتطلبات القانونية كافة وفقاً لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم ستة لسنة ألفين وتسعة عشر المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية ألفين وثلاثة وعشرين وأربعة وعشرين وخمسة وعشرين وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة والتشريعات الأخرى ذات الصلة اثنياً التزام وحدات الإنفاق كافة باستكمال المتطلبات غير المكتملة المثبت لدى وزارة التخطيط ضمن الموازنة الاستثمارية قبل إرسال طلب التمويل مباشرة إلى وزارة المالية دائرة المحاسبة ويتحمل رئيس جهة التعاقد المسؤولية القانونية عن الصرف وإكمال المتطلبات ولا تتحمل وزارة التخطيط مسؤولية الصرف على المشاريع التي فيها مخالفات قرار الموافقة على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين واحد وستين البند أولاً وثمانين البند ثانياً من الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وملحوظات الجهات ذات العلاقة المبين تأييدهما بموجب مذكرة الدائرة القانونية المذكورة آنفاً مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات وزيري الصحة والعدل خلال جلسة الاجتماع قرار الموافقة على زيادة رأس مال المصرف الزراع التعاوني المصادق عليه من لجنة تحديد رؤوس أموال الشركات في وزارة المالية بمبلغ تسعة وعشرين مليار وأربعمية وستة وسبعين مليون وخمسمائة ألف دينار يضاف إلى رأس مال المصرف الحالي والبالغ مئة مليار وستمائة مليون دينار ليصبح بعد الزيادة مئة وثلاثين مليار وستة وسبعين مليون وخمسمائة ألف دينار استناداً إلى أحكام المادة عشر من قانون الشركات العامة المرقم الثنين وعشرين لسنة ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين المعدل اثنياً أخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في الفقرة واحد المذكورة آنفاً قرار الموافقة على ما يأتي واحد إلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم ميتين وأربعة وثلاثين لسنة ألفين وأربعة عشر بشأن زيادة رأس مال المصرف الصناعي لانتفاء الحاجة إليه اثنياً تقديم وزارة المالية بيان تأسيس جديد للمصرف الصناعي إلى وزارة التجارة لتمكين الأخيرة من أخذ الإجراءات القانونية بشأن زيادة رأس مال المصرف المذكور آنفاً ثلاثة زيادة رأس مال المصرف الصناعي بمبلغ خمسمية وتسعة وعشرين مليار وأربعمية وستة وسبعين مليون وخمسمية ألف دينار بضمنها مبلغ تسعة وعشرين مليار وأربعمية وستة وسبعين مليون وخمسمية ألف دينار الزيادة الحاصلة في مقدار حصة المصرف من إيرادات رسم العمالة لسنة ألفين وواحد وعشرين الوارد في قانون الموازنة لسنة ألفين وواحد وعشرين بدلاً من إتلاثمية وخمسة وعشرين مليار دينار أربعة أخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في الفقرة الثلاثة آنفاً قرار تخصيص وزارة المالية مبلغ ثمانية مليار وميتين وتسعة وستين مليون وستمية وأربعة وأربعين ألف وستمية وخمسة دينار إلى وزارة الزراعة لاحتساب تعويضات متضرري مربي الأسماك بواسطة إجراء المناقلة تنزيلاً من حساب دعم الشركات الأخرى ضمن وزارة المالية والإضافة إلى وزارة الزراعة حساب تعويضات مختلفة قرار الموافقة على استثناء العقد الخاص بتجهيز الطائرات المسيرة نوع سي أج فايف والوقود الخاص بها من إجراءات فريق التدقيق المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 23.037 لسنة 2023 المعدل قرار قيام وزارة النفط شركة تسويق النفط العراقية سومو بالتعاقد المباشر مع شركتي الناقلات النفطية التابعة لوزارة النفط وشركة النقل البحر التابعة لوزارة النقل لغرض نقل المنتوجات النفطية المصدرة بمقدار 70% لشركة الناقلات النفطية و30% لشركة النقل البحري قرار 1. إقرار وثيقة برنامج الإطار الوطني في مجال التعاون التقني للمدة 2. الموافقة على تخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور نعيم عبد ياسر العبودي صلاحية توقيع الوثيقة المذكورة 2. قرار 3. الموافقة على إلغاء الفقر ستة من المحور السادس من أصل قرار مجلس الوزراء المرقم 245 لسنة 2019 المعدل بشأن تأسيس شركة مساهمة لدعم الاستثمار 3. قرار 3. مليار دينار من موازنة هيئة المنافذ الحدودية تنزل من أجور الكهرباء وإضافتها إلى برنامج الربط السككي شكرا